أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كلام سي كاسي ومثل ما بتعفو مثل ما عطولي بقلكم للشباب أصحابي أنه هيدا الحلقة مش لايف يعني أنا هلأ بالكبر مش عالهوا عشي تاني بس لازم الليلة إلكم إنه نحنا عطول السباقين عطول نحنا منجيب الأحلى والأحلى والليلة الليلة يا ويلة شو بده يصير لأنه ضيفنا هو سي كاسي مميز مخضرام هو السي كاسي الفرنسي اللي صار على كل لسان ميسيو إيرا هو شو حلو إيرا على كل لسان أهلا أكلكم بلكنت تساءلوا أكيد كيف إيرا وبيحكي أنا كمان بش قاطع لي هايك شي بحريتها عن جد علا من شو يعني وبتل ما بتعفو كلكم إنه لبنان استلموا لهيدا الإنسان في ناس تقلوا عليه كتير يعني مثل إنه السي كاسي الفلان اختلا بإيرا وصي كاسي الفلان اجتمع بإيرا بعد في شي كمان ما قالوا بس استحوا يعني هلأ أنا عبيلي عامله بإيرا بس إنه سفارة الفرنسيوية إنه زعجي تقال حلو عن إيرا لأ فشرت يعني مش رح نحل عنه هلا بتشوف يعني مش رح نحل عنه شون؟ مأخر عزي مشاهدين مسيو إيرا مأخر مشان هاك عم بقول المخرج إنه لنستطلع عنه وياكم السؤالات اللي رح نطراحها له قبل ما يجي لأنه بالفعل سؤالات كتير شايق رح نسأل الليلة مظبوط مسيو إيرا أنه رئيس هولند جيبت لحتى وقته هو يروح إسرائيل يبعت إيرا على الدول العربية؟ السؤال الثاني اللي هو مظبوط الدول العربية رفضوا يستقبلوا إيرا لأنه صاروا نظامين مش عاطع لأيهم هاك شي وبخافوا منا؟ السؤال الثاني مظبوط رئيس بشار ع إيرا معلق لسلبان ولا إجابان؟ السؤال الثاني ها؟ لا 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 يا الله ساري ساري مشاهدين بتزر منكم بس هلا عم بقلولي أن مسيو إيرا صرح أنه مش رح يوجه على لبنان ما عبيلو يشوف والاسي كاسي لبناني لأنه أساس عم مش عايزينه لأنه كلهم متل إيرا يا الله دوم عش فاسمي كان عبيلي أعرف كيف بيتنقل من دون صاحبه مش قاطع لي هيك شي أبدا أعزائي المشاهدين كانت ماكن صافيا بحلقة شيقة منشوفك أن شبه تجيب تصبحوا على ألفا خيرا موسيقى 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 موسيقى